بعد قيم إسرائيل بدأت المبارزة الكلامية الهائلة بينما يدعى باسم الإعلام العربي ضد ما يدعى باسم الإعلام الصهيوني لكسب ما يدعى باسم الرأي العام الأمريكي وهي مبارزة كلامية حقا لأن كل شيء فيها مجرد كلام فالإعلام العربي من دون إدارة جماعية لا ينطق باسم العرب بل باسم حكامهم وهو سر معلن يعرفه الإعلام الصهيوني لكنه لا يذكره أبدا من باب الحفاظ على أسرار الجار والإعلام الصهيوني تحت سيطرة رأس المال لا ينطق باسم اليهود الذين يبحثون عن وطن بل باسم المؤسسات الرأسمالية التي تبحث عن أسواق وهو سر معلن آخر يعرفه الإعلان العربي لكنه لا يعرف كيف يشرحه للرأي العام الأمريكي صاحب المؤسسات والأسواق معا والرأي العام الأمريكي لا يصدق ما يقوله الإعلام العربي اشتركوا في القناة